هنروح لأخبارنا وهنبتدي بكورة اليد للأسف لم نوفق في دور الستاشر في كأس مصر وطبعا الجهاز الفني بكادة مستر ديفيد ديفيد قفل الصفحة دي تماما وبيستعد للخطوة اللي جاية ألا وهي كأس السوبر للمصر يتلاقي في دولة الامارات الشقيقة يوم تسعى ديسمبر مستر يعني ديفيد طلب اللعبين بنسيان المبراور جدا الخسارة والمكسف في أي مبراور لكن هو مش هيستامح أبدا في أي تهاون أو تقصير أو عدم احترام الخصم بشكل جيد خلينا أقول لكم أن في الحلقة اللي فاتت قبل المباراة أو الحلقة ما كانت قبل المباراة حذرت أنا على المستوى الشخصي من فريق البنك الأهل فريق البنك الأهل كسب نادي الزمانيك مباريتين في الدور التمهيد من الدوري فريق محترم خد تالت العرب برونزية العرب يعني فريق محترم وحذرنا قلنا يا جماعة مباراة كووس ملهاش حسابات والمباراة كون في اسكندرية المباراة كانت صعبة وتوقعنا ده والحقيقة ما قدرناش نفوس فيها يعني بشكل مريح فضل المطش ماشي أكوال استطاع البنك الأهلي طبعا أنه يحسمها في النهاية وخرج النادي الأهلي من كأس مصر اللي احنا حامل اللقب هايز أقول لكم أن المباراة الكأسك هتشوف مفاجأة نادي الزمانيك كمان كسب نادي الجزيرة بصعوبة بعد مباريتين بعد وقتين إضافي استطاع أنه هو يعني يفوز على نادي الجزيرة في الهدف يعني أصدق لكم أن المباراة الكووس ما بتعترفش بالأساني ولكن بتعترف بالأداء داخل الملعب والرجولة والقتل والتوفيق طبعا هاي طبعا بيقول الفريق هارد لك ولكن فريقنا بيستعد للسفر إن شاء الله الخميس اللي جاي للإمارات بإذن الله عشان كأس السوبر بإذن الله مفيش هزار في المباراة دي مباراة وتاخد بطولة تبقى كأس السوبر المصري وبعدها إن شاء الله المصابات المحلية تتويف عشان منتخبنا الوطنة بيستعد لقمها وفريقيا اللي جاية قبل توقف شهر أو خمسة واربعين يوم بفوز طيب أنا عندي بعض الرسال كده يعني مهمة جدا من بعد مباراة البنك الأهلي أحب أبيدي باللعبين أحب أقول اللعبين واللي هم أخواتي يعني كلهم الصغار واللي الحقيقة الموسم اللي فات عملوا موسم تاريخي وكانوا بدئين الموسم بشكل جيد عايز أقول إنه يعني أكيد مش نهاية المطاف ولكن نقفل الصفحة دي ولازم ده يكون دافع لنا إنه ما نخسرش بطولة السنة دي خلاص إن شاء الله يعني حط ده تارجت ليك إن خلاص أنا عشان أصالح جمهوري وعشان أصالح حتى نفس اللعيبة يا جماعة حتى لما بيقى فيه خسارة لأي فرقة من الفرق أوقت تفكروا إن الخسارة بتبقى يعني الجمهور بيبقى مدايئة لا لا خلص اللعيبة بتبقى مدايئة جدا والجهاز الفني بيبقى مدايئة أنا عايز أقول لكم لما كنا بنخسر ماتش زمان أنا على المستوى الشخصي والله كنت باعد طول الليل منامش يعني طول الليل صاحي وممكن أطبق لتاني يوم من كتر الحزن والزعل على خسارة مباراة فاللعيبة أوريدي بيزعلوا وخاصة لعيبة كورت الياد ده أنا عرفهم جيدا هم عايزين يسعدوا جمهوري النادي له فخلاص إيه في الصفحة إنسى اللي فات مباراة السوبر مع نادي الزمالك دي أكيد هتكون أول رسالة صلح لجمهور النادي الأهلي إن شاء الله بالفوز بالسوبر المصري ما فيش زار ربا درة النفاع ونتمنى الفوز بالدور والكاس هذا الموسم ولكن قدر الله وما شاء فعل ولكن نتعلم من أخطأنا زي ما مستر مونزو قال زي ما مستر ديفيد ديفيد قال ونبقى جاهزين للمباراة القادمة طيب رسالتي تاني لجمهور النادي الأهلي إنه النادي الأهلي دايما بيشوف المشاكل وبيشوف الأزمات أكيد الخسارة بتتحلل سواء من الجهاز الفني أو من مدير النشاط الرياضي كمتخاذ العوض الحقيقة اللي ما بيسبش فرصة إلا لما بيحاول يعني يعمل ما في إيده إنه يسعى الجماهير لنادي الأهلي ويوفر للعيبة يعني كل شيء عشان يكسبه فأكيد كمتخاذ العوض يعوض مع الجهاز الفني أكيد مجلس الإدارة طبعا بقادة كمتخاذ محمود الخطيب أكيد فيه تحليل لكل شيء ما فيش حاجة بتعدي في النادي الأهلي كده يعني بدون دراسة بدون تحليل والاستفادة منها بدليل النادي الأهلي هو النادي الأعظم في القرن رياضيا فكل شيء النادي الأهلي ما شاء الله عليه في كل ألعاب يعني تاريخ كبير جدا فأكيد التاريخ ده ما تبناش من فراغ تبنى بنتيجة جهد وعرق أجيال بعد أجيال فالنهار ده إحنا الجيل اللي موجود ده أكيد اتعلم من القبل وعارف كويس قوي سواء في جهاز كرة اليد أو حتى في النشاط الرياضي إنه مهم جدا جدا تحليل أسباب الخسارة وأسبابها وإزاي ما تكررش تاني ثقوا تماما في ده إنه كل ده بيدرس وكل ده بيشتغل يعني يمكن عندنا معلومات وعندنا أمور ولكن طبعا ما ينفعش نتكلم عنها لأن نادي الأهلي مش ده نادي الأهلي بيشتغل بس مفيش كلام حاجة تانية مهمة كل الدعم للجهاز الفني أو للجهاز الفنية أو الجهاز الفني الكويت الياد بالأخص مستر ديفيد ديفز الراجل لما جيه عمل شغل كبير جدا نقل الفريق لحتة تانية حتى يوم ما بتخسر هدف بصعوبة جدا في مباراة محدش كان متوقع عبدها من فريق محترم زي البنك الأهلي مفيش أي كلام عليه كل التحيات تقدير ليه ولكن كل الدعم للجهاز الفني كل الدعم لللاعبين زي ما تعاوننا في النادي الأهلي مفيش حساب أثناء الموسم كله بيكون بعد الموسم فإذا جمهور النادي الأهلي واحنا كلنا وراء فرقنا وكل الدعم ليهم ونقول لهم هاردلق شد حلك اللي جاي لسه بطولات طويلة عندنا السوبر المصري لسه الدوري لسه بطولة أفريقيا لسه السوبر الأفريقي لسه فيه بطولات كبيرة وقادرون رجالنا أنهم يصلحوا جماهيرهم على خسارة أو الخروج من كأس مصر دي رسالتي سواء للعبين أو الجماهير إن شاء الله تعدي وتبقى أزمة وتعدي بإذن الله لفريق كرة اليد رجال